أهلا ومرحبا بكم معنا ومشاهدينا في فقرة التحليل الفني الأسبوعي على شاشة سين بيسي عربية الكثير من القلق اليوم يشتاح الأسواق العالمية والقنوات الاستثمارية عالية المخاطر كيف سيكون الاتجاه لها وماذا عن الملاذات الآمنة كل ذلك يأتي تحت مظلة تحذيرات عالمية على لسان منظمة الصحة العالمية بضرورة توخي الحذر من المتحور الجديد نتحدث عن أوميكرون هل بالفعل القراءة الفنية ستختلف لدينا في مزاج هذا الأسبوع ومعي في الستوديو سيد رامي أبو زيد مدير إدارة بحث الأسواق في ATFX Global Market أهلا ومرحبا بك معنا بالبداية بالتأكيد بنينا التوقعات على خلفية هذه المخاوف حركة اليورو دولار كيف تتوقع المنطقة الأوروبية قبل أوميكرون كانت تشهد عملية إغلاقات جزئية بسبب كورونا أو كوفيد 19 فكيف نرى حركة الزوج؟ يعني بداية عند طبعا كان اليورو تحت ضغوط بيعية ممتدة ربما منذ شهر يونيو نتيجة عودة الارتفاعات مرة أخرى في الإصابات أيضا يعني منطقة اليورو لم تشهد تعافي اقتصادي مثل باقي الدول الكبرى في العالم أو المناطق الكبرى في العالم تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها النصيب الأكبر من التحسن وهذا واضح تماما على حركة اليورو مقابل الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي كذلك اكتسب زخم قوي وصعود مع تصريحات الفيدرالي الأمريكي وتوجه الفيدرالي الأمريكي نحو تقليص برنامج شراء السندات وتوقعت الأسواق برفع للفائدة في خلال عام 2022 كان التراجع واضح لنمط الفني هناك قمة مزدوجة واضحة في حركة عرضية في حدود 500 نقطة فهو كسر مستوى الدعم الرئيسي حول مستوى الدولار و17 سند يعني شهدنا تراجع قوي حتى مستوى الدولار و11 سند 85-86 وهو مستهدف المبدئي للنمط الفني حاليا طبعا مع ظهور بعض بوادر الارتداد واغلاقات الأسبوع الماضي على بعض الارتفاعات أعتقد أن ربما نرى بعض التصحيح الصعد في الزوج ربما نختبر مستوى الدولار و15 سند مرة أخرى قبل أن نتوجه إلى مستوى الدولار و17 سند يعني فنيا أو تاكتيكيا بالنسبة للأسواق أعتقد أن ربما نشهد بعض الضغوط البيعية مرة أخرى على الزوج فعلا ونجد حتى الأجزاء من 500 بيبس كانت تتحرك لدينا في هذه الموجة ننتقل إلى نازدك اخترته لنشهد أيضا عملية الصعود نحن نعلم أن وولستريت لم تهدأ ولكن ما الذي يدفعك في القراءة الأسبوعية أن تتوجه مع كل المخاوف إلى أن الأسواق الأسهم ربما سيكون مزاجها مختلف صحيح ربما نشهد المزيد من الضغوط البيعية خصوصا أن أسواق الأسهم تحديدا طلقت الأخبار بهذا المتحور الجديد بشكل سلبي لغاية مدفوعة أيضا بالارتفاعات القوية التي كنا شهدناها وبالتالي عملية التصحيحة وجاني الأرباح بالنسبة للمستثمرين على مراكز بها أرباح بالفعل هي أمر سهل وليس بالصعب على المستثمرين وبالتالي شهدنا ترجعات قوية على مؤشر الناس خلال تداولات الأسبوع الماضي كان هناك نمط ابتلاع هابط خلال تداولات الأسبوع الماضي أعتقد أننا الان ربما نستهدف مستويات الخمسطاشر ألف ستمائة ستوستين وإن كان طبعا على الأجل الطويل لازال المؤشر بشكل عام في اتجاه صاعد صحي وقوي وبالتالي التحرك داخل هذه القناة السعرية الصاعدة يعني هاي الكراء أسبوعي خليني نشوفه على نطاق أضيق يومي وكيف شايف أيضا عندك أنا يعني لا أدري أهدي الشمعة الحمرة لا نقول إنها تخيفنا لأنه ما شاء يخيف عنا مع الاتجاه الواضح لدينا في القناة الفوقية إلى أي حد تعتقد فعلا أنه الاتجاه على المدى اليومي ممكن أعطينا مؤشر مختلف يعني أعتقد أن الاتجاه على الأجل اليومي يعني ربما يؤكد الحركة أو الرؤية الإسبوعية بأن هناك حالة من التصحيح واحتمالية جيدة للتصحيح وبالتالي عودة المستثمرين لبناء المراكز حول مستويات الخمسطاشر ألف وامتين نقطة أمر يعني احتمال جيد ولكن تظل طبعا استمرار تداول الأسعار حول أعلى مستويات الخمسطاشر ألف وسبعمائية نقطة هي مؤشر جيد لإستمرار اتجاه الصاعد حتى الله نذهب إلى الذهب الكل يقول تضخم ما استفاد كثير من الذهب يجب مع مخاوف مكرون الذهب أيضا يسجل لدينا ارتفاعات نذهب إلى الشمعة مرة أخرى الشمعة لدينا أيضا هنا تظهر لدينا يمكن هذا قبل إغلاق الجمعة الآن ماذا نتوقع أن يتجه الذهب مع تحذيرات منظمة الصحة يعني أعتقد ربما نرى بعض الارتداد صعودا في الذهب استفادة طبعا من الوضع الرهن ولكن بشكل كبير الوصول أو استمرار تداول الذهب دون مستويات الألف وتسعمائة وستاشر دولار هي مؤشر لأن الذهب لازال وسيزال تحت ضغط خصوصا مع استمرار العوائد الحقيقية للسنوات الأمريكية أو في المناطق السالبة وبالتالي لذلك لم يستفيد الذهب أو لم يلعب دوره التاريخي كتحوط ضد التضخم نعم يعني أنا ضد نظريتي المؤامرة لكن قيل أنه أوميكرون مش حقيقي وكله علشان يدفع أسعار النفط للتراجع شفنا تقريبا 13% تراجع الجمعة لكن دعنا من هذه الأقويل ونتجه بالفعل إلى تعافي الطلب العالمي الذي يمكن يشتباط وعندك أوبيك لأجلة اجتماعها الفني لأي حد تعتقد بأنه فعلا النفوط ستتجه لدينا المزيد من التراجعات هذه طبعا إغلاقات يوم الجمعة التي كانت تشير إلى 13% تقريبا بين 10% و13% اليوم ارتد عندك النفط تقريبا بـ 5% على برينتس نحو الارتفاع صحيح يعني الاتجاه الرئيسي للنفط وتحديدا منذ إبريل 2020 كان هناك الاتجاه الصعد قوي 78 أسبوع من الارتفاعات المتتالية أعتقد أن الستة أسابيع الأخيرة شهدت تصحيح سعري كبير بالنسبة للأسعار أكثر من 17% من التراجعات ولكن فنيا لازال الاتجاه داخل اتجاه صعد أو الحركة السعرية داخل اتجاه صعد واضح للغاية وأعتقد أن مستوى 65 دولار ربما تكون هي مستوى الدعم الأهم حاليا ربما نشهد منها العودة مرة أخرى للارتفاعات يعني شخصيا أنا متفائل بالنسبة لأسعار النفط خصوصا أن أوبيك بلاس لازالت لديها أوراق على الطويلة وخصوصا مع تمديد الاتفاق إلى عام جديد فبالتالي لديهم ربما نشهد تدخل مرة أخرى للمحافظة على توازن الأسعار أنا أشكرك ضيفنا سيد رامي أبو زيد وأنت مدير إدارة بحوث الأسواق شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين تنتهي بذلك فقرة التحليل الفني دائما سين بي سي عربية تقف على الحياد هذه ليست توصيات بشراء أو البيع وإنما هي نظرة فنية فقط لتوقعات الاتجاهات لهذه القنوات الاستثمارية شكرا للمتابعة